نحن في مركز غرفة التجارة والصناعة الألمانية في برلين طبعاً الطاقة هي المدى الأهم لهذه الصناعة العالمية والمعروفة والربما الأهم في العالم نقابل الآن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية السيد فولكر تراير لنعرف ما هي حقيقة الأزمة بالنسبة للصناعة والتجارة وما هي الحلول المكينة تحياتي سيد فولكر نعرف أن هناك أزمة طاقة كبيرة في ألمانيا أريد أن أعرف منك ما هي التأثيرات أو ما هو تأثير هذه الأزمة على الصناعة الألمانية الشهيرة قمنا لتونا بدراسة استقصائية في الشركات الأعضاء التابعة لنا في ألمانيا ويجب أن أقول إن مزاج العمل رديء للغاية لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك أسعار الطاقة مرتفعة جداً والأمر لا يقتصر على الطاقة فحسب فأسعار الإنتاج أيضاً مرتفعة جداً وهذا يعني أن التكلفة بالنسبة للشركات مرتفعة جداً أيضاً وما زالت ترتفع وهذا قد ينعكس على المستهلكين والشركات الأخرى هوامش الأرباح تتقلص والاستثمارات المطلوبة ستتوقف في الأشهر القليلة المقبلة على الأقل يجب أن نجتاز الشتاء المقبلة على أمل أن لا نحتاج إلى مزيد من الطاقة لأننا إذا احتجنا إليها فالوضع سيسوء أكثر وإذا اشتزنا هذا الشتاء فسنحتاج أيضاً إلى بصيص أمل هذه أوقات صعبة بالفعل يعني حتى لو قررتهم 200 بليون يورو لمساعدة هذه الشركات التضخم ما زال موجوداً والأسعار عالية لماذا؟ يجب بداية أن نميز بين ما يتم إنفاقه وما يتم منحه للشركات للتخفيش من ارتفاع الأسعار وهذه المبالغ لا يمكنها التعويض تماماً المقترحات عرضتها اللجنة ورئيس منظمتنا كان يسهم فيها وكان عضواً في هذه اللجنة هذه المقترحات تعد ملائمة إذن لدينا من جانب السؤال بشأن كم هو مبلغ الأموال التي يمكن أن تنفق بالنظر إلى ارتفاع المديونية إذ سوف يتعين على الشعب الألماني أن يسدد هذه الأموال إن لم يكن اليوم فسيكون غداً أو بعد غد وذلك بسبب ارتفاع مديونية الدولة ومن هنا ضرورة وضع القيود المالية وتحديد عتبة معينة مبلغ مئتي مليار يورو مناسب وسيساعد ولكنه لن يعوض مئة في المئة بل سيخفف العب وفي نهاية المطاف يجب أن نعلم لأننا لا نعلم بعد ما إذا كان الغاز سيكون كافياً لاجتياز هذا الشتاء ونحن لا نحتاج للغاز فقط لتشغيل محطات الطاقة أو تدفئة المنازل بل نحتاجه أيضاً لتشغيل العمليات في شركاتنا إذن تقول إن طاقة البديلة ليست كافية لسيناعاتك على المدى القصير هي ليست كافية حتى الآن نحن نعتمد على الغاز الروسي الذي لم يعد يتدفق إلى ألمانيا وهذا يعني أنه يجب أن نعتمد على مصادر طاقة أخرى سنظل دائماً دولة مستوردة للطاقة وهذا يسلط الضوء الآن على عدد من الدول مثل النرويج وبحسب ما علمنا هم ينتجون ما يفوق طاقتهم ومحطات الغاز الطبيعي المسال ستبدأ على ما نأمل مطلع العام المقبل ولكن إلى حينها ثمة أسابيع وشهور ستكون صعبة للغاية إذن أنت تريد أن تستمر المحطات النووية من أجل الطاقة والصناعة القرار اتخذ بنسبة لمحطتين لتولد الطاقة النووية حتى نيسان نعم شهر الرابع لقد قدمنا اقتراحاً للحكومة بالاستمرار بتشغيل هتين المحطتين نحن في حاجة لذلك وقد نحتاجه لأكثر مما كان متوقعاً تفضل أن يكون هناك محطات نووية تفتح لمرور هذه الأزمة نحن مع استخدام أي مصدر للطاقة يمكن الحصول عليه لاسيما في الشتاء أي الفترة ما بين نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 وبعد ذلك نحن في حاجة إلى احتمالات جديدة للمستقبل هل لديكم رؤية للمستقبل 2023-2024؟ بالطبع لدينا رؤية للمستقبل وهي ترتكز على توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة سواء المنتجة في ألمانيا أو خارجها الكلمة الأساس هنا هي الهيدروجين والهيدروجين السائل يجب أن نستولد من مثل هذه المصادر لكن هذه المشاريع تتطلب وقتا كم سنة؟ ربما ثلاثة أو خمسة عوام وقد يكون هذا تصورا متفائلا وفي غضون ذلك نحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال من عدة دول كما نحتاج إلى شبكة أنابيب أوروبية ليس الغاز الطبيعي المسال فقط بل نحتاج أيضا إلى مصادر من دول إفريقية مثل ليبيا ونيجيريا وهذه الشبكات تحتاج وقتا لبنائها هناك الكثير من الضروريات ومن الفرص ولكن العصر الأساس هو الوقت وفي غضون ذلك ثم تهديد باحتمال فقدان ألمانيا عددا من الشركات لا سيما من قطاع الصناعة والبعض يتحدث حتى عن احتمال أن لا تعود ألمانيا دولة صناعية علما أن مشكل قوة ألمانيا حتى الآن هو كونها دولة صناعية طبعا أكيد ولكن تقول لي أنه لا يوجد استثمارات والشركات تقفر من المبالغ فيه أن نقول إن الاستثمارات توقفت الشركات ما زالت تستثمر لكن استثماراتها الآن تقلصت أكثر بكثير من قبل لا يمكن أن نحصل الآن على الغاز الروسي أبدا عدد من الشركات الصناعية لسيما تلك المنتجة لمواد أساسية مثل الزجاج أو المواد الكيميائية أو الغذائية أغلقت مصانعها والبعض الآخر أغلق تماما بالنسبة لصناعة السيارات فالاستثمارات خرجت من ألمانيا هناك 20% في قطاع مواردي السيارات يستثمرون في الخارج والكثير منهم يقومون بذلك على حساب استثماراتهم داخل ألمانيا لقد حولوا استثماراتهم إذن إلى الخاج أبرودوير خارج ألمانيا أين؟ في البلاد التي لديها غاز مثلا؟ يستثمرون في دول حيث توفير الطاقة غير مكلف وحيث ما زال مسموحا إنتاج سيارات تعمل على محركات الوقود لأنه أعلن في أوروبا منذ أسابيع أننا نتوجه نحو إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية حصرا طبعا هذه السيارات مهمة لكنها تقوض إنتاج المحركات التي تعمل على الوقود وبعض الشركات تقول لنفسها حسنا نحن لسنا خبراء سوى في محركات الوقود وبالتالي سنبحث عن أماكن إنتاج أخرى هي سنة مهمة إذن للصناعات وللاقتصاد تماما لدينا موقع اقتصادي رائع في أوروبا ولدينا سوق داخلي وهناك خطة لتطوير تكنولوجيات وهذا سيجعل المستقبل أكثر إشراقا بالمقارنة مع ما اختبرته أنا في الماضي إنما اليوم ثمت نقص في الطاقة وفي الاحتمالات فمن أين ستأتي الطاقة غير المكلفة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة قد تتمكن هذه الدول من التعويض عن الغاز الروسي الذي كنا نعتمد عليه بشكل كبير وهذه الدول في حاجة أيضا إلى عقود طويلة الأجل وهي تقول إنها لن تستثمر بمبالغ ضخمة في بلادها لتتمكن من استخراج كميات وافرة من الطاقة وترسلها إلى ألمانيا وأوروبا هذا مهم عندما نتحدث عن الجدول الزمني بعض الذين قابلناهم منهم متشائمين منهم متفائلين أنتم توازنون بين تشاؤم والتفاؤل أم لديكم رؤية خاصة؟ يجب أن نجتاز هذا الشتاء وأنا كممثل عن قطاع الأعمال أقول إنه ضروري أن نكون متفائلين لدينا فرص رائعة للاستثمار والأعمال والسوق الداخلي والبنية التحتية والمؤسسات الداعمة للأعمال لكن الطاقة عامل أساسي وهذا ما تعلمناه لذلك يتعين بذل الجهود وإبرام عقود وإعادة صياغة رؤيتنا لقد وضعنا خطة خضراء طموحة للغاية واستبعدنا الطاقة النووية قبل هذه الحرب لكن الوضع تغير الآن وبناء عليه نطالب وضع السياسات لدينا بإجراء تغيير مناسب هذه الحرب الشنيعة التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم نكن مهيئين لما سيترتب عليها ولا أرى أن لدينا الوقت لفرز وضع السياسات بين متفائل ومتشائم إنما علينا أن نكون متفائلين واقعيين أي أن ننتبه لتوفير الطاقة من أجل الحفاظ على ما يصنع قوتنا وهو الأعمال وبشكل خاص العمليات الصناعية في ألمانيا وهو الأعمال من أجل الحفاظ على ما يصنع في ألمانيا شكراً سيد فولكر شكراً شكراً لكم